من جهة أخرى أكد رئيس الصيني تشي جينبينج أن بلاده ستواصل دعمها تابت لأمن دول الخليج وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج في كلمة أثناء انطلاق القمة الخليجية الصينية في الرياض ثمن الرئيس الصيني جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية موضحا أن مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية مشيرا إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها أن تحقق التكامل الاقتصادي والصناعي يشيد الجانب الصيني إشادة عالية بما بذلته دول مجلس تعاون الخليجي من الجهود ليصبح المجلس أكثر منظمة إقليمية حيوية في الشرق الأوسط والخليج من خلال التماسك بالتقوية الذات عبر تدامن في وجه التحولات العالمية والتحقيق نمو اقتصادي رغم التداعيات الناجمة عن الجائحة والعمل على دفع بإيجاد حلول سياسية لقضايا ساخنة والشائكة في المنطقة من المتلوب ونحن نقف عند مفترق الترغة لتاريخ أن نتوارث تقاليد الصداقة بين الصين ومجلس تعاون الخليجي ونصري المقاومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية الخليجية في الدوء ويقام علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس تعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر